ولمتابعة هذه التطورات ينضم إلينا من أربيل نوزاد بولسال حكيمة المنسقة العام لشبكة مكونات كردستان سيد نوزاد أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في مساء العراق هذه الليلة بداية هل أوضحت المحكمة الاتحادية لكم عبر وسائلها يعني أسباب قرارها هذا خاصة وأن مجلس القضاء في إقنيم كردستان يعني يطالب المحكمة الاتحادية بإعادة النظر في هذا القرار هل من جديد هل وصلكم شيء جديد من المحكمة توضيح على الأقل طبعا لحد الآن ليس هناك أي رد فعل من المحكمة الاتحادية وحسب الزيارات التي قام بها وبد الأحزاب المسيحية الكلدانية والآشورية إلى العاصمة بغداد واللقاء برئيس المحكمة واللقاء برئيس الجمهورية اليوم أيضا لحد الآن ليس هناك أي رد فعل واضح من قبل المحكمة الاتحادية التي أكدت في اللقاء لأحد أعضاء حزب أحزاب الآشورية بأن هذا القرار جاء على خلفية الصراع ما بين الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستاني على إجراء الانتخابات وكانت الكوتا المعوق الوحيد لإجراء الانتخابات في كردستان وعلى هذا الأساس تم إلغاء هذه الكوتا هل من المعقول مثل هذا التصريح للمحكمة الاتحادية هذه حقوق لشعوب ناضلت وشاركت إلى جانب الشعب العراقي في العراق الجديد وتشكيل مؤسساته الديموقراطية وخاصة في إقليم كردستان نحن كنا مشاركين منذ عام 92 ولحد هذه اللعظة هناك فرق كبير وشاسع بين القيم الديموقراطية وحرية التنوع والحريات الأساسية التي أكد عليها الدستور العراقي في المواد 14 و15 و16 وأيضا إلى المادة الدستورية 125 التي تؤكد على حماية الحقوق الثقائية والأدارية والسياسية فأين هذه الحقوق وبماذا اتزمت المحكمة الاتحادية لإلغاء هذا الحق الطبيعي للمكونات حتى تكون لها صوتا في مجلس النواب أو فرلمان قريب كردستان نعم نحاول نتحاور حتى نستفيد من الوقت سمعت خلال التصريحات المتلفزة التي أعلنت فيها مكونات من الأقليات مقاطعتها وعدم مشاركتها في الانتخابات ورد اتهاما صريحا للاتحاد الوطني بالمساهمة في اتخاذ هذا القرار هل يعني هذا أن هذه القوى لا تقف على مسافة واحدة بين الطرفين الكرديين الرئيسيين المتنافسين في الأقليم؟ طبعا هذه الشكوى وهذا الحديث للأحزاب المسيحية والتركمانية جاء على خلفية الشكوى التي قدمت من قبل رئيس كتلة الاتحاد الوطني وأيضا أحد أعضاء الاتحاد الوطني في السليمانية من المسيحيين وعلى خلفية هذا الموضوع يتم اتهام الاتحاد الوطني بهذا الموضوع وأتصور بأن الصراع السياسي على المقاعد الكوتا هو خلق هذه الإشكالية كما قلت وأكد عليها رئيس المحكمة الاتحادية بأن الكوتا أو هذه لداعش مقعد كانت لها حساسية بين الطرفين وعلى أثرها تم إلغاء هذه الكوتا فإذن هذه الاتهامات صحيحة وواردة لأن هناك من قدم الشكوى وخلال هذه الشكوى تم إلغاء هذه الكوتا وهذه المقاعد الأحدى عشر وطبيعي أن يقوم هذه الأحزاب بموقف موحد بعدم المشاركة وهذا موقف سياسي وضغط على المجتمع الدولي وإيصال الصوت للحكومة العراقية ولرئيس الجمهورية أيضا حامي الدستور المفروض أن يكون هناك موقف تجاه المحكمة الاتحادية نعم سيد نوزاد كيف سيتم في حال مش هذا القرار ولم يتغير كيف سيتم تمثيل الأقليات في برلمان الإقليم بعد هذا القرار يعني هل تجرون مفاوضات مع قوى رئيسية بهذا الخصوص بحيث أنه تجري تعديلات على القوائم الانتخابية تضمن مشاركة هذه الأقليات في البرلمان هناك حق لجميع المواطنين في إقليم كردستان الترشيح بنفسه وتصور هناك مرشحين مستقلين سوف يقوم بترشيح نفسه من الانتخابات وأيضا هناك تحالفات مع الأعزاب الكبيرة مثل الديمقراطي الكردستاني التصور الديمقراطي الكردستاني سوف يكون له أثر ولمنح بعض المقاعد إلى الكلدان والآشورين في محافظتي أربيل ودهوب وأيضا الاتحاد الوطني سيحاول منح أيضا للمسيحيين أيضا وتصور للتركمان وفي نفس الوقت فإن هذا التحالف مهم حاليا حتى لا يكون هناك فراغ للتمثيل المسيحي والتركماني وتمثيل الكلدان والآشورين في البرلمان إقليم كردستان القادم نعم من أربيل نوزات بولس الحكيم المنسق العام لشبكة مكونات كردستان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر